السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل الشكك بالتأسيط بس قبل من نتكلم عن التفاصيل برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وقد أعلنت وزارة الإسكان عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية وفي أكبر طرح للوحدات السكنية في 2022 و2023 بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر وإسكان متميز وفي بعض المدن الجديدة وفقاً للإعلان فإنه تم تحديد يوم 15 يناير المقبل لإتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ويمكن الاطلاع عليها كما سيتم استقبال طلبات حجز الوحدات في المشروعات السابقة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أيضاً أما بالنسبة لشروط حجز شكك سكن مصر ودار مصر وجنة وقد حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط المحددة لحجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة ومنها أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مواطناً مصرياً جنسية وليساً شخصاً مع نوين أو شركة أو مؤسسة ألا يقل السن عن 21 عام في تاريخ بدء الحجز لا يحق للأسرة سواء الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من واحدة سكنية ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي أو واحدة سكنية ضمن مشروعة الإسكان الاجتماعي أو واحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر له أو لأحد أفراد الأسرة الزوج أو الزوج أو أولاد القصر في أي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير وقد ألغت هيئة المجتمعات العمرانية الشروط السابقة المتعلقة بإشتراتات السن أو الوظيفة أو إثبات الدخل نظراً لأنها تتعلق بمفادرات التمول العقاري والتي لم تكن متاحة لوحدات الطرح الجديد مقدمات حجز وحدات سكنية سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلي وفقاً لإعلان الجديد 2023 وهي 100 ألف جنيه مقدم حجز وحدات مشروع جنة 100 ألف جنيه مقدم حجز وحدات مشروع قطمية 180 ألف جنيه مقدم حجز وحدات مشروع دار مصر و70 ألف جنيه مقدم حجز وحدات سكن مصر و60 ألف جنيه مقدم حجز وحدات الإسكان ذات الطابعة الساحلي وسوف نوضح لكم أسلوب السداد ومدد الأقصاد لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وقد حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسلوب السداد بدفع المقدمات وقدمات الحجز واستكمالها بما يعادل 20% من كيمة الوحدات عن إتمام التخصيص بالإضافة إلى 0.5% رسوم مجلس الأمناء إضافة إلى سداد 10% من كيمة الوحدة عن الاستلام وبذلك تصل النسبة المسددة من كيمة الوحدة بنحو 30% من كيمتها ويتم التقسيط باقي سمن الوحدة على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أماكن طرح الوحدات والشقق السكنية وحدات مشروع جنة 10872 وحدة بمساحة تتراوح من 100 متر وحتى 161 متر وذلك بمقدم حجز 100 ألف جنيه بمدن 6 أكتوبر الشيخ زايد، ضميات الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة وحدات مشروع در مصر 512 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 100 متر و150 متر بمقدم 80 ألف جنيه بمدن 15 مايو والعبور وضميات الجديدة وأيضا في برج العرب الجديدة وحدات مشروع سكن مصر 8660 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 106 متر إلى 133 متر بمقدم 70 ألف جنيه بمدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر والمينيا الجديدة والشروق المنصورة الجديدة وغرب كنا وناصر وغرب أسيوت والعالمين الجديدة وسوف نتكلم عن وحدات مشروع الإسكان المتميز ذات الطبع الساحلي متضم عدد الوحدات 1791 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 90 متر و109 متر بمدن الرشدة الجديدة والمنصورة الجديدة وضميات الجديدة والعالمين الجديدة وذلك بمقدم 60 ألف جنيه فقط وحدات مشروع قطمية 500 وحدة سكنية فقط بمساحات تتراوح ما بين 90 متر حتى 125 متر بمقدم حجز في 1000 جنيه بمدينة القاهرة الجديدة وسوف نتعرف خطوة بخطوة كيفية حجز شكك بدار مصر أونلاين من المنزل وكراسات الشروط والمواصفات وسوف تكون متاحة من يوم 15 يناير القادم وقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرح الشكك السكنية في خمس مشروعات جديدة في عدد من المدن الجديدة على أن تكون كراسات الشروط والمواصفات حجز الشكك متاحة من يوم 15 يناير الحالي بالبنوك ومكاتب البريد وحرصا على توفير المعلومات الموثقة متابعين واتحت كل الفرص لخدمات الجمهور نوضح لكم كل المعلومات والتي تخص الطرح الجديد والذي يضم شكك دار مصر بعدد من المدن الجديدة ونستعرض خطوات الحجز إلكترونيا سيكون التقديم إلكترونيا من خلال موقع حجز بنك التعمير والإسكان ونستعرض خطوات التقديم والحجز إلكترونيا في شكك دار مصر استخراج رقم الاستمارة رقم 2 الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور استعرض كراسة الشروط أو طباعتها لمعارفة كافة التفاصيل بالنسبة للمساحات والأسعار مع إمكانية استعرض خطوات الحجز بالتفصيل فيديو أو مكتوبة يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريقة تسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني يفضل تسجيل البريد الإلكتروني الإيميل لضمان وصول كلمة المرور يتم إرسال رسالة SMS بكلمة المرور تستخدم فيها الدخول على الموقع بالنسبة لحجز شقك الإسكان عن طريقة ضغط على مفتاح استخراج رقم الاستمارة سوف تظهر شاشة للتسجيل البيانات الأساسية اسم العاميل والعنوان والرقم القومي للمواطن والإيميل واسم الزوجة ورقمها القومي وتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج أو الزوجة واجه وظهر في ورقة واحدة في نهاية التسجيل البيانات يظهر رقم الاستمار على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب للتحويل مبلغ جدية الحجز إليه يقوم العاميل بتحويل مبلغ جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه سفعة واحدة غير مجزأ مصروفات تسجيل على أن يتم على أن يتحمل العاميل العملات ومصرف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب الذي تم الحصول عليه بالخطوات السابقة في بنك التعمير والإسكان فرع الدقي بأحد طرق السادات التالية تحويل من حساب العاميل من كافة البنك داخل مصر التحويل من أي فروع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعمل بالبنك سيتم إرسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ الحجز وذلك خلال 72 ساعة من قيام العاميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز الاتصالات في بنك التعمير والإسكان وذلك على الرقم 19-99-5